موسيقى السلام عليكم مشاهدي متابعي الكرم عبر قناتي في اليوتيوب في حلقة وموضوع جديد العديد من التساؤلات حول طريقة الهجرة بالنسبة للعائلات وأيضا ما هو البلدان المثالية للاستقرار بالنسبة للعائلات اليوم سنرى بعدما كانوا الشباب يفكروا في الهجرة النساء العزبات وحتى المطلقات اليوم سنرى هذه الظاهرات تعني العائلات صراحة كان نسبة كبيرة من العائلات يفكرنا في الهجرة والاستقرار في أحد الدول الأوروبية قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع وهذه النقطة كان نقطة لازم نقولها لكم نحكي لكم على قصة من الحصارات لعائلة جزائرية من بينها نستخلص بعض الأمور كي أن عائلة تكون من رجل وإمراء أو ثلاثة أطفال يحبون أن يفكروا وفكروا في الإجارة في أحد الدول الأوروبية يوجد أن يكون هناك مستوى المعيشية في المتوسط وقد أضعت فيها الزوجة المرأة يحبون أن يفكروا وإستقروا في أحد الدول ويتواصل معي لكل حال الخاص بإعطاءه بعض المعلومات وما إلى ذلك صراحة السبب الأول الذي أحب يفكر فيه في الهجرة لم يقنعني شخصيا ولكن فنزيل كي يدير حاجة فيه رسول يديرها ويروح بأي وسيلة أو بأي طريقة وهذا الأمر الصح صراحة كنت تعرفوه ويدير حاجة فيه رسول ومع المهمة سيكون كيف يخرج بدأت في دي مارج وكيف يدير فتح الباعة وعلى تأكد على أحد الأمر ومع الممتع يدير وعلى تركيز على قبل ومع المرأة أن أستخدمون ان تساعدوا في الهجرة ومع المدينة ومع الممتعين حيث في الهجرة وفتحدث شخصيا ومع المهمة لا تقوم على الفيزا ساكون بجرد مع المجال ومع المجال وداروا اللجوه في بريطانيا بعد رفض اللجوه لماذا؟ لأن نقول لكم الإنسان لا يحضر نفسه لا تكون لديه أدلة لا تكون لديه أدلة هنا تصبح بعض العراقين من جانب آخر سوف نفهمكم ما معينة اللجوه الإنساني لأن بعض الناس يتروج مفهوم غلط حول اللجوه الإنساني ولو أنه اللجوه السياسي معروف اللجوه الإنساني منقسم خمسة أطراف ولو خمسة نقاط من بينها اللجوه الذي يديروه الناس لدينا مشكلة الحروب الأهلية في الجزائر ودول شمال إفريقيا غير موجودة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الدول التي فيها المجاعة وأكيد لدينا مشكلة من هذه الدول كان ثلاثة لجوه أو ثلاثة نقاط أو ثلاثة فوصول للجوه يجب أن تديرهم وتكون لديك أدلة نحكي فقط على الناس الذين يدير اللجوه العرقي والإضطهاد العرقي في البلد يعني تكون مجموعة من قبيلة معينة تختلف عن الآخرين في العرق وفي اللغة وفي اللون وتعرضت لمحاولة القتل والتهديد وكذا والبلد الذي يعيش فيها ما وفرت لها الحماية لكي نوصل لكم فقط على اللجوه الإنساني لأن كل الناس يقول لك اللجوه الإنساني تقدتي ولي البلدك وهذا خطأ كبير الجانب النقطة الثانية اللي هو اللجوه فيما يتعلق باللجوه الديني أنك انتا ماشي مسلم وتعرضت كذا كذا والبلد ما وفرت لك الحماية النقطة الفصل الثالثة ما نحكيش عليها وكم تعرفوه ولا داعي للذكرتاع ونفس الشيء أنك انتا كذا وتعرض لإضطهاد وكذا والبلد ما وفرت لك الحماية اللجوه هذا تروح يولي دائما البلد لأنه ما وفرت لك الحماية لأنك تعرضت لي محاولة القتل تعرضت لي محاولة تهديد لكن البلد ما وفرت لك الحماية يعني رح تدير لجوه إضطهاد عرقي وديني وما إلى ذلك ضد بلادك لأن البلد ما يعيش فيها غدوة من غدوة تحصل على الأوراق وما عشتولي لبلادك مستحيل تولي سوف تكسر لوجوه لك لكي نولي لكم القضية لعائلة الجزائرية التي جاءت البريطانية ودرت لوجوه وكذا بعدما داروا الإجراءات لوجوه للأسف رفضت قضية تحمل لأنهم لم يكن لديهم الأدلة بعد مرور الوقت كانوا يديروا عملية استئناف وما إلى ذلك ومع المهم رأي قضية مازالها في الهوم أوفيس يعني أعتقد في المحاكم منذ أشهر عديدة المرأة هذه الرجل والزوجة التعوت وفت الأمتحة دخلت في حالة هستيرية وحبت تهبط البلاد وكذا ولازم نهبط وفي الليلة ارجعوها كما داروا معها لا يمكنوا هبطت الجزائلين وتوفت الأمتحة الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين وموتانا المسلمين كسرت اللوجوه وهنا لا يوجد حق تهبط البلاد كسرت اللوجوه بما أنها توفت الأمتحة ودخلت في حالة هستيرية راحت الجزائر وكذا وحضرت الجانزة تهبط بعد أشهر لا نقول لك فقط من الصدمة ولكن هنا خطأ بعض النساء أو بعض الرجال أجهر يحرق ومن المرأة ومن المرأة لا يمكن من المرأة ومن المرأة لأنهم ينبو ولكن أفضل من المرأة نساء يفكروا في الهجرة ويفكروا في اللوجوه ويحبوا ونفس الشيء بالنسبة لأن الزوج لا يمكن أن يسمح هو حيات جديدة والأولاد وقدروا يندمجوا في المجتمع الجين تياما بين ليلة ونهار قلبت لهم الآية مباشرة الآن رأيهم في مفترق التعرق وهنا نقول للمرأة لأن المرأة يتفكر في الهجرة يجب أن تعرفوا هذا الأشياء أنه يمتلك بابك يمتلك الأخ يمتلك الأخ يمتلك الأخ يمتلك الأخ يمتلك الأمتعك لا يمكن أن تفكروها في الهجرة وبعد ذلك لا تريدون أن تتحملوها لماذا تكون الأخير العراقب لأنه يجب أن تذهب ولكن يجب أن تذهب الانسان يجب أن يكون موضوع موضوع يمكن أن يستطيع ماهو البلد المثالي اللي يقدر يوفر لك الأوراق وماهو البلد اللي يقدر يدير فيه اللجوه يعطو لك لأنه اللجوه هنا في بريطانيا في البداية يعطوك سكن ويعطوك مساعدات ويعطوك كل ألعاب مجانا الدراسة تقدر تدخل لولادك يقرأوا تستفد من كل أشياء هنا في بريطانيا الصحة مجانا التعليم مجانا الغذاء مجانا بالإضافة إلى مساعدة من الدولة تقريبا كل الدول الإتحاد الأوروبي وحتى إيرلندا أيضا الآن العائلة يريد تدير لجوه في إيرلندا لأنه في إيرلندا أفضل يقبلوه لأنه في بعض الدول اللجوه يقبلوه ولو أنهم يعرفوا بلا رك تكتب ولكن هما بحاجة للناس حاجة لأولادك حي يستفدون من أولادك الغدوة من غدوة خاصة إيرلندا حاليا وبعض الدول مثل كندا أيضا يعني العائلة هي مشي حبا فيكم ولا وإنما محتاجينكم يحتاجوا كومت ومولادكم ويحتاجوا كنتا كرجل وإمرأة حجيب لهم أولاده هنا رح يكونوا تستفد منهم الدولة بالنسبة للدول اللجوه ليكون سهل كما إسبانيا إيرلندا كندا هذه الدول أرحم لأنه حتى عائلة أخرى في ليفر بونا عرفة عندها حوالي سنتين تلت سنوات مزلها مع المحاكم في قضية اللجوه لأنه لا يوجد لجوه لا يوجد أدلة والقضية هو ما زالها هاكذا يعني ما زالها في المحاكم وما إلى ذلك لهذا الانسان قبل ما تفكر في الهجرة كان بعض الشروط اللي لازم تديرهم خاصة فيما يتعلق في الأوراق وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار خاصة ما يستقروا في بلد ومع ذلك تقولوا نهبطوه لأنه هذا هيأثر على عائلة هيأثر على الأولاد هيأثر على الرجل وخاصة إنه الزوجة كتدور كيبوزنزل على الرجل يعني كيتحبت فردرايها تدلوا بزاف أمور تعقيدات سيد باع كل شيء باش يستقر وهنا الأخطاء ليست أروح برك وستقر في أروح برك وخرج لازم تعرف شوال البلد يستطيع ساعدك في قضية الأوراق خاصة بالنسبة للأطفال لا يحاوزونك وليس يحاوزونك وليس يحاوزونك وليس يحاوزونك عندما يرفض لجوء تلك يعني لا يحاوزونك لأنه عندك عائلة لا يحاوزونك ولكن بالنسبة للأوراق لأنه من قد وقت لك لازم يكون عندك أوراق تحب ولا تكره حتى تعيش سنتين ثلاث سنة وتبيدون أوراق يجين هارو لنزم يكون الأوراق لأنه كبرت في بلد ماشي كيف كيف دوك لا تقدرش تقولي لدوكان جيت صغير وتزوجت هنا أوكي نقدر قولك بلي ما تهمك الجزائر ولكن إذا كبرت وترعرعت في الجزائر وحنا عدنا هذا كترابط الاجتماعي رح يجين هارو وتفكر وتقول بلي لازم لولي الجزائر تحب ولا تكره هذه حاجة مفرغ منه لهذا الإنسان لازم يفكر وشونه هما البلد اللي يقدر يعطي لك الأوراق البلد اللي يقدر يستقبلك ويحتضن أولادك ويقدر يساعدك على المدى الباعد حاليا الناس راه يتهاجر فقط لأنه بعض العائلات يبيعك وكي ينسبعت كل شيء وعليش تبيعوا كل شيء خويا وخدوا مغد وكيفة حتى داركتك تبيعها وهذه الأخطاء اللي بعض الناس رامي يوقعوا فيها وهذا ما يحجم لها لهذا بالنسبة لعائلة حاجة الأولاء صعب حاجة ثانية لازم تعرف شنو البلد اللي يقدر يوفر لك بعض الحقوق بعض الامتيازات أنا قلت إيرلان ده بالنسبة لعائلات مليحة ممكن إسبانيا أيضا حتى دولة الإتحاد الأوروبي أرحم من بريطانيا بريطانيا تعطي لك كل شيء ولكن الأوراق صعب شوية وتولي للقضية تاعك وتولي أيضا الأدلة وعندما ننسى اللجوء لا تقول لك بلادك دعونا من الناس يبيع لكم الأوهام لأنه لا يمتلك المعلومة كما راه يبيع لك الوهم ويبيع لك حاجة لك تحبه وهذاك الحب مبني على الكذب وأنا لا أحب هذه الأمور اللجوء الإنسان يرون تعلق دائما بإضطهاد في بلدك ضد فئة من الناس الذين يتعرضون لك مثلا للتهديد أو محط القتل بالإضافة أن هذا البلد لا يمتلك الحماية وهي سلطة الجزائرية يعني غدوة من غدوة كي تتحصل الأوراق لا تقدش تولي البلد خلونا من الناس من الأكاذيب لا يتروج في بعض الأكاذيب يقول لك اللجوء الإنسانية تخذت تولي لا تقدر لأنه منطقيا بلا ما تسخصي أي واحد منطق تاعك تقول بلي تعرض لعملية تهديد قتل في البلد تاعك ولا عملية إضطهاد ولا أي عملية وحضرها ضد مجموعة من الناس في بلادك ومع ذلك تقول بلي الجزائر المسؤولين لا يفروا الحماية على بيهارك دير لوجوء هنا وكيف غدوة من غدوة ترفض الأوراق تاعك وتولي البلدك هنا يتكسر هنا وينحولك الأوراق وهذه صارت القصة واقعية لصديق السوداني صارت لصديق تاعه والله هي نفس القصة وتعرفوا السودان الحالي عندهم حرب أهلية وما إلى ذلك تخلى على دولة إثيوبيا على ما أعتقد أو مصر لا إثيوبيا وما تخش على مصر يخرج بجواز سوداني المهم غلط دار غلطة كبيرة فأقولوا والله ينحول الأوراق تاعوا ما خلاوش يدخل بريطانيا ولهذا يا خاوة أنا كيران يقول لك ما نحكي من الفارق أنا مدابين ما توقعش في نفس الأخطاء وغدوة مغدوة اندم فقط لا يعنيني الأمر تماما ولكن أنا نسي نعطيك الحاجة لتقدر تتسفاد منهم تقولي الهجرة بالنسبة للعائلات أسكو مليحة بيانسور ويقدب عليك الكادب أوروبا على ثلاثين سنة مقبلة يخرجون لك ناس يقول لك لا أوروبا مليحة وتبدلت هذه القصة سمعناها من سنوات من قبل ويستمعها الحاجة اللي ربما سيدي نقولوا كما تطور ستلقى واحدة الراحة النفسانية حاجة مليحة ستطور من الجانب الثقافي من الجانب الدراسي ستطور من بعض الأمور التي ربما غير موجودة خاصة فيما يتعلق بالقدر الشرائية حنا الحياة اليومية رانينا نعاني في بعض الخضر والفواكه في بعض الأمور يشير بلازما مليحة هذا الأمور تقريبا هنا متجانا يعني إذا لا تحب شيء جديد يعني تشير متجانا في بعض المنظمات الحقوقية كي يستحط في المنازل تحط في الشارع تحضر بلازما وفريجدا جديد تنحي القديم و تحضر جديد و لا تحضر جديد تحضر جديد و لا تحضر جديد تحضر جديد يعني نحن في الحياة اليومية نحن المعاناة في الدول في إفريقيا بصفة عام في القدر الشرائية لا تستطيع تحضر بلازما و بلاشتيشن كيليفون جديد هذه الأمور تقريبا هنا تقريبا متجانا خاصة المواد الغذائية العامة تحضر الكنائس المنظمات الحقوقية متجانا يعني هناك أمور لا تستطيع أن نقارنها بالجزاء لماذا الناس ربما لا نقوم بلعد و مرضى بالحسد ولكن يقوم بأنه عاش 30 سنة أو 40 سنة سيأتي و يقول لك لا شيء مليحة و لا تبدلت لأنه مسلسلة حسين فيزا الذي يحييه بالمناسبة داروا في حال الفيلم مقرية في دوارنا الرجل قد اعلم هل يشكي لهم على فرنسا و تبدلت و عيانا و تزيرت هذا الفيلم تندر في 2010 و ترى الناس و سمعوا نفس الكلام و إن شاء الله أخبرك نحن لا نقوم بها و لكن صراحة لا تكره أوروبا نحن لدينا نحن لدينا تربط الاجتماعي و لكن نحن لدينا نظامات حقوقية في الدنيا لا نريد أن نفهم أن كل بلد فيها إيجابيات و سيليبيتها و في الدنيا هذه البلد ستجد فيها بعض السيليبيت و يجب أن تتقبل و تعيش مع هذه البلد نحن لدينا عقلية و أين نشكي و أين نتعجب نحن لدينا عقلية نحن لدينا عقلية نحن لدينا عقلية سيد حبيبكم تعرفوه في التواصل الاجتماعي سمع في شيكاغو و جاء الإنجليز و معده الإنجليز لا أعجبه شيكاغو لا أعجبهتك بلد مثل أمريكا تقول قارة و في نيويورك بالنسبة للحرق يقدر يسوك سيارة بطريقة أفضل من بريطانيا بالنسبة لدينا عقلية لكي تعرفوه المشكلة و ليس في البلدان في بعض الأحيان لا نقدر هذه النعمة لأن عمنا بها ربي سبحانه والله العلي العظم نحن لدينا و نشكي و نهضروه و نضبحوه و لا نعرف و كيف نحب نعيش و شك حب ما المهم لا تسنى مني نقول لك أوروبا مليحة لا تسنى مني نقول لك أرواح لا هذه الأشياء لا يجب أن أقولها لك لأن أشغال واضحة لا داعي لذكرها ولا داعي لحديث عنها و يحب تحديد تجربة أدى المعلومات فقط و لا تسنى لأنه كان الناس مؤخرا شاب جزائري كان يضحكوا عليه أو كان معي في أحد الحلقات في اليوتيوب كان يضحكوا عليه عاقل و جهة كدام منها رفض الإقامة تعمل بريطانيا منذ منذ أشهر فقط يعني حالات تختلف كان الناس 12 سنة كما قلت لك صديقتي أخر قلت سمع فلان إقامة في عام أو في عامين لا أحملها لأنه روح في 12 سنة في أوروبا لا يرفض الإقامة ماذا تغير المشكلة؟ كيف تغير الحياة؟ ربما رب يرزقك في سنة و سنتين الانس تلقى 17 سنة ربما لا يرزقه هذا لا يعني بلد عيانة صديقه نجب أن نفهم بلد القرارات نجب أن نتحمل المسؤولة لا نسنع أنه أنا والدي والدي غير غلطني لا لا نستطيع أن نغلطك لأنه تجربة تختلف عليك الطريق التي أخذتها تختلف عليك الأهداف تختلف عليك دكت قولي اليوم الغربة أنا مثلا عائلة توجدها في فرنسا لا نستطيع أن نرى الرجل بالنسبة للمرأة الرجل يستطيع أن يصبر المرأة لا تستطيع أن تصبر إذن كان بثاف اختلافات لما لا يجب أن نقارن تجربتنا مع بعضنا لا يوجد تجربة كيف 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 كل شخص كانت جميلة كانت عيانة بصحة نقول لك نستطيع أن نقول لك الميزيرية 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 لأنه لا تجربة على المواد الغذائية العامة لا تقسر راسك في الأمور للجهيزة الإلكترونية الأهمك للأحد أن تدير دراهم الخدمة والأوراق هذا هو ما هو الهدف في أوروبا لا تريد أن تخمم على الزيت على السكر ولا أنه لا يوجد مشاكل لا يشكر أنه يقول لك اليوم تقول لي قلاص رجعتها لك جنة لا لكن أفضل من إفريقيا هذه هي الحاجة التي أريد أن أقولها لكم خاصة أن يكون منظر طبيعي مثلا أو منظر يكون تسكن مع جيران محترامين أيضا ولا تسكن في حي فيه واحد الهدوء ونعمة ترتاح نفسانيا تقول لها الحي هادئ ترتاح نفسانيا وهذه الأشياء ربما هنا لدينا العسة لدينا الناس يدخلوا في حياتك الشخصية يستطيعون أن يقول لك زوجك بلا ما تعرف يستطيعون يستطيعون أن يكون يستطيعون أن يكون يستطيعون أن يكون وهنا تختلف للشخص أيضا لهذا تحب أن تكره لا تسنى من أن يقول لك أرواح ولكن تحب أن تدير تجربة هي أرواح لأن أقول لك أن الحياة هنا هناك إختلاف كبير وتجربة تصنحها بنفسك لا تصنحها بكلام الناس أو ببعض الصناع لا تقوم بصناع لا تقوم بصناع نعم الصناع الأوهام الذي يجب عليك الأوهام أي نعم تتميزر أي نعم تتعف في حياتك ولكن تبقى أفضل بكثير مما تعانيه في البلد التي تقوم بها نحكي على قارة إفريقيا فقط بلدان أخرى ربما لا يقدرون للغربة أيضا في نهاية المعطاف إن شاء الله تكونوا فهمتوا وإن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو نلتقي إن شاء الله في حلقة وموضوع جديد إن شاء الله شكرا على حسن المتابعة وحسن الإصغاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر